توقعات حضرتك إيه لي جلسة الأحد مثلاً المقبل فيه البورصة المصرية؟ هل نواصل الصعود؟ خلينا أقول حضرتك حاجة بكل بساطة هدفنا داخل البورصة إن إحنا ما نبص على المؤشر الخاص لكن نبص على خمس حاجات مهمين بالنسبة لنا أكثر من أي شيء آخر واحد إن يكون عندي عدد مستثمين أكبر داخل السوق اتنين إن يكون عندي عدد شركات أكتر تلاتة إن يكون عندي عمق كبير يقدر إن هو يحول البورصة لمنصة التمويل أكبر وأقوى كلها الفترة اللي جاية أربعة إن نقدر يمول الشركات اللي عايزة تنمو وتكبر فاتحول لأداة لتمويل الاقتصاد الحقيقي خمسة إن أنا أكون جاذب للإصمارات الأجنبية كواحد من المصادر اللي بتدخل العمر الأجنبية وبتدخل المستثم الأجنبي إلى داخل الاقتصاد المصري لو قد يتحقق الخمس حاجات دول إحنا هنحس إن إحنا نجحنا وهو ده العهد لمجلس دات البورصة عهده على نفسه إن هو يحقق النجاح في هذه الخمس أشياء مواشر البورصة قد يتفع أو قد ينخفض وفقا لقرارات المتعاملين وفقا لقواعد كاسية ولكن إذا قدرنا إن إحنا نحقق هذه المنظومة من الخمس نقاط هي دي اللي حتكون بالنسبة لنا بمثابة شهادة نجاح حقيقية الحمد لله طبعا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا شكرا جزيلا